متخيلين ان العدم كان محتل سينة بس وبيبني فيها مستعمرات لا الحقيقة انه كان بيحاول ياخد ثرواتنا من اثار من كل حاجة في قلب الارض معادن بترول اي موارد هو عايزها لكن رجال القوات المسلحة حفظوا على ثرواتنا لحد النصر والحد دلوقتي ودي كانت بداية حدوتة بطلنا النهاردة الربان اللواء محمود سعد واحد من قادة عملية الحفار انا سعيدة جدا جدا ان انا بقابله النهاردة اهلا بيك يا سيارة الربان اهلا بحضرتك انا بجد والله العظيم ببقى فخورة وفرحانة ربنا يخلي حضرتك في البداية يا فندم حضرتك عصرة النصر وشاركت فيه في كل سنة لما بتحل ذكرى حرب اكتوبر او تحديدا ذكرى الحفار حضرتك بتحس بايه بالحالة دي عيد ميلاد شوف حضرتك السنة دي كان خمسين سنة على الحفار كل سنة في تمانية مارس يعني بحس ان احنا عملنا عمل لمصر يعني الخوات البحارية تفتخر بيه وحضرتك المخابرات العامة اكتشفت ان اسرائيل عملت شركة اسمها متبار عملتها في انجلترا رأس مال اسرائيلي امريكي انجليزي واستقجروا حفار اسمه كانتنجوان من كندا عشان يدوروا على البترول في خليج السويس وتعرض الملف على الزعيم جميل عبدالناصر فقشر عليه للسيد سامي شرف ان تم تدمير الحفار قبل دخوله البحر الاحمر قبل دخوله طبعا لان لو دخل البحر الاحمر بقت مشكلة من ادرش انضربه بالطيران اسرائيل كان تفوق غير عادي في وقتها فكان هتبقى عن مشكلة يعني فلازم نضرب بعملية محدش يعرف ان احنا يبقوا عارفين ان احنا اللي ضربناه بس ما بس مش احر بس مش احر التعليمات الفريق فوزي اللي ارحمه كان وزير دفاع ادى تعليمات اللي هو محمود فاهيم كان قاعد قوات البحرية العظيم الله يرحمه الله يرحمه عشان يقابل السيد سامي شرف في رياس الجمهورية ادى له ملف على تأشرة الزعيم بتدمير الحفار اتصرف اه رجع اسكندرية اختروا المجميع اختصر اختروا المجميع وبدأت بقى القصة من تعليمات اللي هو محمود للرأة خليفة الله يرحمه خدتوا بتعليمات اكيد يعني حصل خطة واتدربتوا عليها جوه مصر فمناطق العمق بقى عندي خبرة شوي هتعوموا كم كيلو هتنزلوا ازاي انا بحب اعرف التفاصيل هقول لحضرتك لما جات تعليمات اللي هو محمود خد تعليمات ورجع على اسكندرية اختار كان ظروف وقتها عملية إيلات الأولينية طلعت وما كانتش لها النصيب ان احنا نشتغل فيها وكان خليفة جودة لو كان رئيس أركان اللي هو كان رجله مكسورة رجله الشمال مكسورة ومتجبسها فما طلعش العملية التانية وهم خمس عمليات في إيلات اه تلاتة واصابوا وفي عمليات وعمليتين كانوا بيتدربوا بالزرق ولو كان استكشاف كمان كان تدريب الماس دخلت إيلات خمس مرات وفي كده ده يعني بنهزر ده يعني بنجباب فجي اختار الناس كان لها الحظ خليفة جودة احنا كان ظروف إيلات إيه يا إيلات يا شرم الشيخ حسب بتشفع فين اه فأنا كان حظك كويس إن أنا على طول أتحط في الحتة اللي ما فيهاش المركب يعني أتحط في المجموعة بتاعة شرم الشيخ ايوا وتتضرب كده يعني ففي آخر مرة في عمر البتانوني الله أرحمه برحمه ورامة عبد العزيزي تاني عملية إيلات اه ما ضربوا بتشفع كنا في الخدمة الخاصة هنا تغيرانين بقى عايزين تروحوا عملية اه مش ممكن فجتلكوا العملية دي جال دي خليفة فك الجبس اه وجي بيعرج جابوا محمود فاهمي اللي أرحمهم الاتنين وقالوا فيه كذا 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 اختار المجميع فاختار كان خطاته انهم يضرب بتلت مجميع مم ملازم اول حسن الشراكي ومعازميل وصف زابط ملازم اول بالأقدمية يعني ملازم اول محمود سعد ملازم اول عدل الصحراوي تلت زباط ومعنا تلتة صف زباط وقائد العملية خليفة جودة كان رائد ورئيس أركان اللي هو بدأنا بقى نجهز هتتعامل ازاي كانت تعليمات الحفار كان مسلس تعليمات انه تضرب من جنب واحد عشان لو ياخد مياه ويتقلب ويتقلب فاني بقى خلصنا منه في بالزرق بدأنا خدنا المؤدات جات على القاهرة على المخابرات العامة حطوها في مخل الحقابة الدنوسية مخل زي بتاعت الجيش بتاعت العساكر اتحطت المؤدات وروحنا بالليل قبل ما نسافر رحنا قابلنا السيد أمين هويدي كان مدير مخابرات فسلم علينا وقال لنا الزعيم بيقولوكو يعني شد حلكو مصر مستنية تسمع منكو أخباركو هيسا طلعنا عن طريق فرانكفورت وصلنا دكار عدل الصحراوي معاة ننصف وصباط وصلوا عن طريقة دي سبابة جمعنا في دكار عدنا راح خليفة جودت وكان مدير المخابرات معانا اسمه أحمد هلال راحوا قابلوا السفير قالوا له يعني احنا جايين هنعمل كذا كذا خليفة بيقولو قالوا بتا كسر ايه وحفر ايه وغرق ايه لا 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 ما فيش كلام من احنا بقالي تلات سنين بحاول اصلح العلاقات وما صدقت من العلاقات صلى الله عليه السفير المصر السفير المصر عشان كده اتضربت في عبد جيان لا رحنا نقلنا عشان ييجي دور اللوعب السلام المحجوب نقلنا على شركة النصر بمعداتنا وعشان رس هنشتغل بالليه واختار خليفة الله رحمه اختار مكان بيبعد حوالي عشرة كيلو عن الميناء وجالنا ما فيش اقمن مكان تنزله منه ده فهننزل بدري ونرجع هنعم يعني عشرين كيلو خلاص عشرين رايح عشرين لا عشر رايح وعشر عشر جاعة اه طلع انا القوتيل القوتيل كان بيبص على الميناء ساعة خمسة كده وقفين في الفراندا في داكار لان الحفار القطرة واخدها طلع اه اوه اتحرك سافر الحفار قبل معاده اللي كنت عارفين احنا كنا هنشتغل بالليل احنا فرانكفورت نزلنا كان هنقعد ترانزيت عشرين ساعة ومحجز لدي اوتيل واخدنا المخل وجايين جايين نطلع فوقفنا لسه نشوف حد يشيل عربية وكلام ربنا كربنا بستة عجوزة كده وسراخت تكلم المانيا طبعا سراخت اوف ما نعرفش اللي حصل لانا نفسينا احنا في النص وحوالينا البوليس الاول كل المودعين والمسافرين طرح ان الست قالت شاورت علينا وقالت هما دول الارهابيين كان ليلة خالد ضربة طيارة بتاعة شركة لفتهانزة وخطفين طيارة بتاعة شركة العال والفلسطينيين عاملين يا خبى ربي يا قالت هما دول وانت معاكم معدات مع انها الالغام في المخل مش معقول اه الله لا لا ده فيلم لوحده دي قصة لوحدها جابوا ان البوليس جاي يجري بقى انا احنا في النص والبوليس حوالينا وبمعنى المخل وانا رعطي يا ربنا الهمه اللي ارحمه اه جابوا انهم دير البوليس دير البوليس المطار اه انا رعطي اول ما شافه قالوا رح تطلع الاسبور قالوا انا ابن مصري مصري وده المصريين زمالي وما كانوا معايا عالطيارة انا عايز تحجزلي على اول طيارة طالعا ان شاء الله تكون طالعا تل قبيب اه راجل الالماني ومصري وتل قبيب قالوا فيه قالوا انت عنصرية اه قالوا لا لا خدنا فتح لنا اه كافيس باير كده اه قعدنا فيه ومعنا حرص وحرص برا وما فاتشوش الحاجات هقول لحضرتك باع الحاجات عشان يبقى في القصة يعني اه جينا تاني يوم حجزنا على طيارة بعد ست ساعات اه رايح اتينا ومن اتينا القاهرة جينا نطلع الطيارة المخل طلعت ما طلعتش بقى الطيارة اه خدوها من على السير خطوها تحت الطيارة واحنا وقفنا الركاب كلها وقف الطبور اه كل واحد يتعرف على شانته تطلع الطيارة وهو يطلع على الطيارة اه طب احنا هنقول احنا شعرفنا انهم عارفين ان دي فيها الغابة تفجرات اه ده بقى شغل المخابرات العامة الحية اي اما قرب علينا الدور الراجل اللي بيفتش قال لنا اطلعهم ام طلع المخل وطلع عنه ام قالوا مهما وصلنا مصر بعد ما رحنا قاتينا ووصلنا القاهرة على امل ان احنا يجينا في تعليمات تاني واحنا بقلنا بقى اسبوع لعشرة ايام ما نزلناش المية اه وسهلة طبعا نعمل باسبرات للناس تانية وتطلع طبعا كان واقفة العيد العيد كبير إلحق جري على القاهرة من القاهرة على المطار طلعنا خليفة جودة الله أرحمه اه حسن الشراكة الله أرحمه محمود سعد نفس المجموعة نفس المجموعة أحمد المصري اوكي بس أنا خليفة بقى مش أنا وراطية أنا وراطية كان راح بقى مع محمد نسيم ووصله أبت جان اوكي ووتو حصلتون أبت جان رحنا على أبت جان عن طريق باريس وصلنا راحوا للسفير خليفة جودة طلع أرحمه راح قابل السفيره كان اسمه حسن طلع طلع أرحمه وده كان زبط بحري أصلا خليفة بيقول من الاتنين كانوا من مصر الجديدة خليفة وإحسان طلع بيقول له بقى احنا أنا جايين هنعمل قال له جراجي خليفة انت اعتبرني أما قال له بقى هنعمل كذا قال له اعتبرني ظابط من الزباط اللي معاك تديني تعليمات وانا ننفس قال الحفار مش مضمون يقعد لبكرة هنشتغل النهاردة ها طبعا نشتغل طبعا أهلا بسانا يلا بيشنا دلوقتي رحنا على الساعة تسعة كده سبنا القتيل وروحنا على السفارة السفير مشى كل الطقم الخدمة اللي موجودة عنده بالكله ما يفضلش في البيت اللي هو ومراته رحنا احنا بمؤداتنا محمد نسيم خليفة جودة الشل المجموعة دي احنا معانا اربع الغام اه واحنا ثلاثة اللي بننزل المياه شراكة محمود احمد المصر